الواحدث ظهرا في القاهرة مجوز لهم الأخبار أهلا بكم يلقي رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل بيانا اليوم أمام مجلس النواب حول موفقة الحكومة على فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة شهور وقد وفقت الحكومة أمس على فرض حالة طوارئ على خلفية الأحداث الرهابية التي استهدفت كنيستي مار جيرجيس بطنطا ومار مرقص بالإسكندرية ارتفع عدد شهداء الحادثين الرهابيين الذين استهدفت كنيستي مار جيرجيس ومار مرقص إلى 46 شخصا وأوضحت وزارة الصحة أن عدد شهداء كنيستي مار جيرجيس بطنطا بلغ 29 شهيدا بعد وفاة حالتين متأثرتين بجرحهما في حين وصل عدد شهداء محيط كنيستي مار مرقص بالإسكندرية إلى 17 شهيدا هذا وأكد وزير الصحة أحمد عماد جاهزية جميع المستشفى تعلاج مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية وخلال ترأسي غرفة الأزمات والطارئ بالوزارة لفت وزير الصحة إلى ضخي أكثر من 620 كيس دم إلى الغربية ونحو 420 كيس للإسكندرية لتعويض ما يتم صرفه للمصابين قال وزير الخارجات الإيطالية إنجيلينو ألفانو إن دول مجموعات السابع متفقتون على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا وأنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن توقع عقوبات على روسيا وطرب أيرلوت خلال اجتماع الدول السابعة في إيطاليا بالتوصل لوقف الإطلاق النار في سوريا برعاية من المجتمع الدولي هذا انفجار عريف حي باجلار السكن في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا ما أصفر عن إصابة أربعة أشخاص في الأقل وقع الانفجار قرب مقار شطة مكافحة الشغب وقال شو دايان إن أعمدة دخان تصعدت فوق المباني المحيطة بهذا المكان نهاية من جزء الأخبار شكرا لكم وإلى مرتقى